ليه اليه 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 الي شكل من طريق التلاتة. على فكرة وطريق التلاتة الليعب بها النهاردة كان عملها علشان خاطر بعض الامور الهجومية وبعض الامور الدفاعية. تعالى الاول نتكلم على الامور هجومية. كنا جينا هنا نصعد لحك. كنا نتكلم الاسبوع اللي فات مباراة الاولانية. قلنا ان منتخب مصر كان بيقابله مشكلة في طريقة الدفاع بتاعت مين? بتاعت موريتانيا بتاعت اربعة اربعة اتنين. وبيسبت الاتنين القدام مع الاتنين الدفندرات. طب الكابتن حسام حسن عشان يحل الازمة دي النهاردة ع عمل ايه? تعالى نشوف عمل ايه? يلا نشوف. كابتن حسن النهاردة لعب بتلات مساكين. اه. زي ما انت شايف هنا. دي شكل بتاع منتخب مصر في اول مباراة خالص في في السانية تمانية وخمسين في الديئة الاولى. شكل بتاع منتخب مصر بيحضر زي خالد صبح اللي معاك كرة. جنبه محمد عبد المنعم. جنبه هناك خالص رامي ربيعة. ليه? هقولك ليه دلوقتي. تعالى نتفرج بقى على بقى الشكل تاع منتخب مصر. محمد حمدي وعطل حمد عيد بف اتنين. كل واحد فيه مماسك مران عاطية والتاني ماسك محمود صبر. اول مكورة تروح لرامي ربيعة. اللي هنا يا كريم تحول الى باك رايت. فبالتالي الرابع بتاع نص الملعب بتاع موريتانيا هيحاول انه هو دلوقتي اضغط على رامي ربيعة اللي هيقوم بدور الباك رايت. ولا امس كحمد عيد اللي بيزيد في انصاف المساحات. تعالى نشوف الصورة اللي بعدها على طول. اول مكورة تروح لرامي ربيعة. هنا بدأ يضغط يا كريم مين على الراجل. الرابع بتاع نص الملعب بتاع منتخ موريتانيا. اول ما ضغط على رامي ربيعة اللي بيقوم بدور الباك رايت. مين اللي اتفتحت له المساحة هنا? احمد عيد وزيزو. اللي مفروض يتحرك في نص المساحة. فاول ما الكورة هتتلعب. ولكن اول دي كورة خالص. نشوف الصورة اللي بعدها على طول. اول ما الرامي هيلعب الكورة. اتقطعت علشان تنفذها كان سيء. نشوف الصورة اللي بعدها. نفس الكلام برضو. منتخب مصر بيحضر بالتلاتة. رامي ربيعة بيقوم بدور الباك رايت. اول ما الكورة تروح لرامي ربيعة. احمد عيد مش متواجد. زيزو مش متواجد في الصورة خالص. هتلاقيهم بقى ايه في النص الملعب التاني. بص يا كريم هنا لحظة واحد. احمد عيد هنا واخد تشتيت الرابع بتاع نص الملعب. وزيزو واخد تشتيت الباك. فبالتالي المساحة هنا اتفتحت. ان الكورة تتلعب عالية لزيزو. اول ما الكورة تتلعب. نشوف اول ما الكورة تتلعبت عالية. هنا كان مفروض الكورة تتلعب. واتلعبت فعلا طويلة في ظهر الدفاع. ولكن هنا أقدر ان الراج يسبق عفوا نزيزه ويخد الكرة منه الحالة اللي بعدها نفس الكلام برضو منتخب مصر بيحضر بالتلاتة هتلاقي كل اللعيبة زاقة زي ما انت شايف يا كريم اللي اتنين هو واحدة هتلاقي مع محمود صابر والتاني هيكون مع مران عطية مين اللي هناك خالص في اخر الكادري مفتوح الفتح لوحده مين احمد عيد ليه احمد عيد فتح معيش يا جماعة لو انه بص على الصورة دي بص الراجل اللي عند الاعلانات الحمرة الراجل ده في الطبيعي بيبقى واقف مع الباكرايد فلما رامي ربيعة بيقوم بدور الباكرايد في خروج بالكرة فالرجل بقى هيعاوز يقرب من رامي ربيعة فمين اللي مساحة فتحت له احمد عيد وبعدين زيزه بس كانت الجودة في المشكلة كانت في حاجتين جودة ارسال الكور العرضية او كورة طولية لا احمد عيد اول يزيزه او كمان حاجة تانية ان جودة احمد عيد لما بيستلم الكورة هو جميع كانت سياجد نكمل الكورة فانت اول ما هتشوف هتشوف محمد عبد المنعم هيحاول ان هو هيلعب بص يا كريم خالص احمد عيد فاتح لوحده خالص بعد كده ام غير الملعب الناحية التانية محمد عبد المنعم ولعب الكورة الطولية اللي وسطت ليه محمد حمدي عاوزك تبص برضو الناحية التانية الوفرلود اللي منتخب مصر حاول يعمله عشان يعمل الكورة العكسية اول ما الكورة هتروح لمحمد حمدي نكمل حالاته احنا بنتكلم هيقرب له عمر عفواً أسامة فصل هيعمل معاه دابل باس هيسلم بعد كده محمد حمد الكرة وعمر مرموش من هناك في الكرة العكسية المفروض تتلعب له زيزو فعمر مرموش هيستلم الكرة وهيلعب الأوفر الناحية التانية ولكن الاستلام كان سيء جداً من زيزو الكرة الأخيرة اللي عاوزة أشرحها لك واريك الشكل بتاع منتخب مصر هنا يا كريم هتبان جداً نفس الكلام تلاتة بيحضروا الكرة هنا مع خالد صبحي أول ما يسلم الكرة لرامي ربيعة بص يا كريم هنا نفس الكس أول ما رامي ربيعة استلم الراجل هيبدأ يروح لرامي ربيعة وهيسيب أحمد عيد نكمل الحالة أول ما رامي ربيعة ياخد الكرة هيلعب الكرة الطلية في نص المساحة ولكن اتلعبت جمدة جداً إذن كان فيه فكرة بس الفكرة ما بتكملش فرقة ما بتكملش ليه؟ بسبب أن بعض الأوقات جودت إرسال الكرة العرضية كان فيها مشكلة آخر حالة بس يا كريم عاوزة أرهيالك معلش عشان دي اللي كانت مهمة جداً هي أكتر حالة بينا فيها اللعبة دي محمد عبد المنعم هيسلم الكرة الرامي ربيعة نكمل الصورة هنا بقى بص شايف الراجل اللي برضو وقف عند الإعلانات الحامرة ماسك مين؟ أحمد عيد نكمل الكرة أول ما رامي ربيعة هيبدأ ياخد الكرة الراجل هيبدأ يسيب أحمد عيد وهيبدأ يحاول يقرب لرامي ربيعة هنا بص بقى مفروض إيه؟ وسهما فيصل اتحرك إلعب الكرة في ظهر الراجل أما محمد عبد المنعم هياخد الكرة ولعب الكرة التحت تاني هي دي كانت مشكلة منتخب مصر جودة إرسال الكور الطويلة في ظهر الدفاع بس فيه فكرة ويا جماعة أصل الناس بتتكلم من كابتن حسام حسن الموضوع معاه عشوائي وبيعتمد على الارتجاه يا جماعة فيه فكرة فيه فكرة بس الفكرة ما بتكملش ما بتكملش بسبب عدم الانسجام ما بتكملش بسبب عدم جودة أحمد عيد الهجومية قوي ما بتكملش بسبب لما انت بتلعب الكرة على ما بتكملش بسبب عشو في الهوف سبيس أو في المكان الصح اللي بيتخلق ورا المدافع اللي بيطلع للرواي الربيعة دي كانت المشكلة إنما فيه فكرة طبعا كان فيه فكرة